التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشيوخ وعائلات قرى حلايب وشلاتين الوفد استعرض خلال اللقاء محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة ويأكد الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين مع العمل على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي أيضا شيوخ حلايب وشلاتين استعرضوا مجهودات الدولة في تحقيق الأمن الحفاظ عليه في المناطق وفي القرى والاهتمام أيضا بالتنمية من خلال توفير بنية تحتية مناسبة عرض عدد من الحضور مطالبهم من الرئيس القادم وده كان أمام وفد التنسيقية تناولوا الحديث عن المقترحات من أجل تنمية منطقة حلايب وشلاتين حقه أيضا ضرورة استكمال خدمات البنية التحتية بجانب خلق آليات من أجل إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمنطقة وأهمها وطبعا أهلها طبعا لازم يكونوا مستفيدين بشكل كبير طيب هذه المشروعات قالك لابد أن تتعلق بمهارتهم في يعني استخلاص المعادن بقى التنقيب لحاجات دي كلها كل دي كانت من ضمن المطالب وده حق مشروع لأن كل منطقة بتمتاز بشيء معين هم عندهم المميزات دي في حلايب وشلاتين عشان كده بيطلبوا الرئيس القادم في مرحلة القادمة أنه يهتم بيهم ويبقى عندهم مشاريع مهمة منها البنية التحتية كما أكدوا وأيضا مشروعات استثمارية فيما يخص بيئتهم اللي هم فيها تنقيب بقى معادي الحاجات من دي بالإضافة على فكرة حلايب وشلاتين دي مناطق يعني رقية جدا وفيها خدمات كتير بكتش الأول موجودة خالص دلوقتي أنت لو روحت حلايب وشلاتين ووضع اختلف تماما يعني وقريبين من البحر كده يعني فعندهم أسماك ما شاء الله يعني ممكن نعمل أصنع أسماك هناك برضو هيبقى حاجة رائعة يعني